اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح خلال زيارته لقاعدة عبدالله المبارك الجوية بان ما يقوم به منتسب القوة الجوية من عمل محل اعتزاز وفخر الجميع اذ هم سفراء للكويت بعطائهم وبذلهم وفي سياق اخر اشهد الشيخ حمد جابر العلي الصباح بالدور المهم والحيوي الذي يؤديه منتسب هيئة الاستخبارات والامن وما يحملونه على عاتقهم من مسئولية كبيرة في سبيل حفظ امن البلاد وسلامتها وذلك عقب زيارته هيئة الاستخبارات والامن وخلالها اكد على ان منتسبي الهيئة حماة للوطن الذين كانوا وما زالوا على العهد باقين وعلى قسمهم محافظين ومدركين لحجم المهام التي ينفذونها والواجبات التي يتكلفون بها